مساء الخير تبلغت دوائر الحكم بريدا فرنسيا فاتيكانيا روسيا مثلث الأضلع يحمل رسائل تستعجل التأليف ولعل أكثرها تشفيرا تلك التي أبرق بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من على ظهر دبابة عسكرية فاستقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون في قصر الإليزي شكل إنزالا سياسيا على شواطئ النورماندي اللبنانية وعلامة اللقاء الرئاسي العسكري بدأت تقرأ بياناتها السرية في بيروت والمرمز من هذا الاجتماع أن ماكرون ضرب عونا بعون وحرص على كسر الأعراف واستقبال شخصية عسكرية مرقة بميول رئاسية ومن خلالها ثبت الموقف بأن شكلوا حكومة تجري إصلاحات بنيوية وفي إشارة سياسية واضحة حرص الإليزي على تسريب أجوائه إلى الصحفيين قائلا إن بلاده ترى أن المؤسسة العسكرية العماد الحقيقي لأمن لبنان أما الرسائل ذات الحبر السياسي الأعظم فقد وصلتنا عبر الحبر الأعظم عندما جدد البابا فرانسيس صلاته لكي تدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ميشيل عون ومعاونيه وتضيئ لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء لا تحتاج هذه الأسطر إلى تأويل وتفسير فالصلاة من أجل أن تدخل روح الحكمة الرئيس ومعاونيه تعني بمعادلة حسابية أن هذه الروح غائبة عن رئيس الجمهورية ومفقودة لدى معاونيه البابا يصلي لإبعاد الأرواح الشريرة فيما روسيا تدون في محضر التيار وعبر لقاء ميخايل بوكدانوف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد بضعة أسطر تؤكد فيها مواصلة الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في أسرع وقت ممكن ومن بين الرسائل الثلاث فإن لبنان دخل عصر الصداقة المكلفة أن تكون وسيطا لتأليف الحكومة وبحث في إجابتين عن وزيرين مسيحيين أصبح نبيه بري الأمين العام للحل بتكليف شرعي من السيد حسن نصر الله وأول من لب نداء الواجب لنصر الله كان الرئيس فؤاد السانيورة الذي هرع إلى عين التيني لإجراء صلاة الاستسقاء الحكومية وعلى المنصة الميدانية لحزب الله فقد تحرك مفادوه باتجاه حليفه المسيحي للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون والنائب جبران باسيل بهدف الحصول على التنازلات وتسهيلا للتأليف وتذليل العقد المتبقية ولعل أبرزها تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة الأحزاب وحتى الساعة فإن الليون تطبع المرحلة من قبل الجميع وبينهم الرئيس سعد الحريري الذي ما عاد رافضا لفكرة إعادة مسودة حكومية معدلة يناقشها مع رئيس الجمهورية لكن لم يعرف بعد إن كان الرئيس بعد شهر ونصف من الاحتجاز والنشاز السياسي الذي رفقها سمير صفير حرا في بيروت بريئا من دم هذا الرمان هو اختار أن لا يستقبله على أرض المطار إلا أولئك الذين اختبرهم في لحن الوفاء وبينهم الشاعر نزار فرانسيس وبعض الأصدقاء عودة صفير كانت مصحوبة بفعل ندامة يترك علامات الأسى وربما يخبئ بحصة سيتلوها في لحن آخر لكن الأكثر حزنا هو وشاية الناس من أبناء بلده الذين يقدمون الإخباريات عن مواطنيهم لقاء الرضا السياسي عنهم وصفير لم يخطئ يوما عندما وصفهم بناس بالأدم تنديس ترجمة نانسي قنقر